يكون قدوة للشعب في تنفيذ وصايا الله وهجف عند الحكاية دي كسيس نظار النبي ليس في حل من شرائع الله لو كان في حل من شرائع الله ما بقاش نبي النبي ما بياخدش حاجة زيادة عن نفسه زيادة لنفسه هو جزء من مخطط الله الأنبياء في كل الكتاب المقدس بسيروا بتناغم بتناصق بنسجام وكل الأنبياء محور إرساليتها رسالتها شخص المسيح فلاحظ ما حد طلع عن الخط ولو حد طلع عن قانون الله نموس الله ولو حد ارتفع فوق الشريعة يقول ما أنا نبي أنا بحق إلي أكتر من الناس التانين لما هارون غلط واستجاب لرغبات الشعب وعمل العجل وهارون أنا فاكر كان من النوع شوية اللي تحس إنه هو إيه بيحاول يبقى دبلوماسي حاول يصعبها على الشعب يقول لهم بتا بدون الدهب بتاعكم وعمل لكم عيش لفاكر إن الشعب يعني مش هيديوله الدهب لكن الشعب يعني يدفع دم جلبه زي ما بيقول باللغة المصرية عشان يؤكد الخرافة بتاعته وعشان يمشي وراء ضليل فهنا دفعوا الدهب وكان هارون في موقف لا يحسد عليه لما جاء موسى عمل إيه كسر الشريعة كسر الشريعة مع نبي يقول لهم أنتوا باليوم كسرتم شريعة الله قالت تقول لا تصنع لك تمثالا من حوتا ولا صورة ما فهنا النبي بينفذ الشريعة هارون مش في حل من شريعة الله ولا موسى ولا هو فوق الشريعة ولا هو فوق الشريعة بالعكس هو قدوة للشعب في تنفيذ الشريعة يعني أحب الآية اللي بتقول عن يسوع المسيح يعني ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله الكيفية ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس يعني المسيح لم يأتي لينقض بل يكمل وفعلا حتى يسوع بكل كماله تبع الشريعة بالكامل هو صانع الشريعة التزم بها هو وضع الشريعة التزم بها لكن أي نبي يجي يقول لي أنا في حل من شريعة الله أو في حاجات حلالية وحرام على غيري إذا كان في حاجة اسمه حرام وحلال يبقى ده مش نبي استحال يكون نبي من الله على الإطلاق ده نبي لأنه كسر وسيط الله كسر وسيط الله ودايما بيعمل لشهواته ودايما بيقلي نفسه أحسن من الناس لكن النبي في الكتاب المقدس هو خادم للناس ليقود الناس لله واو كلمة خطيرة جدا يعني تذكرت هرون خلينا أذكر موسى يعني موسى يعتبر واحد من أعظم رجال الله في الكتاب المقدس في العهد القديم وتصور لأنه يعني ضرب الصخرة مش كلم الصخرة واعتذر واعترف وتاب وحاول قال له الرب أنت لم تقدسني يعني الفكرة أنت ما ما مجتني شوف حتى ما سمح له مع أنه أخرج كل الشعب من أرض العبودية من أرض مصر ما سمح له يدخل هو أرض كنعان لأنه النبي أنت نموزش في تنفيذ وصايا الله مش في حل من شراء الله خطير فهنا أي نبي إذا كنت أنت بتاتبع نبي في حل من شراء الله ده بيتحك عليك ده كتاب ومخادع ومضل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة